اهلا بكم معكم حمد عمر وحنتكلم النهاردة عن التناصق بين عضلات الجسم ايه هو الحجم المثالي لكل عضلة في جسمك بناء على التكوين الجسماني بتاعك هتبقى مختلفة طبعا من شخص للتاني وهنتعلم نقيس الموضوع دوت ازاي قبل ما نبدأ ارات وجرس التنبيات وفول على الانستجرام وعلى الفيسبوك وحضر الحبل ده اللي انت بتقيس به حضر كالكوليتر ممكن نحتاجه وحضر وراء وقلم علشان تكتب الاياسات اللي انت تاخدها داية طريقة الاياس الاولانية احنا نتعلم طريقتين في طريقة تبقى سهلة وفي طريقة تبقى صعبة شوية صعبة من ناحية الاياس وصعبة برضو من ناحية نتفة وصلها فهنتكلم على الاتنين بالتفصيل نبدأ طبعا بالطريقة السهلة الاول الطريقة السهلة ديت هتكون بناء على التماثيل اللي احنا بنشوفها عند الرومانيين او عند الاغريق التماثيل اللي هيزاي دي فالاياس بتاع التماثيل ديت بيكون عمل ازاي فبتخش على الويب سايت اللي هو اسمه وهتقيس حجم الرست بتاعك اللي هو عند العظمة ديت وهتقيس الكتر بتاعه بيكون الدقيه هتكتب الاياس دوت سواء بالانش و سواء بالسانتي وبعد كده هيتطلع لك ايه هو الاياس المثالي اللي انت مفروض كل عضرة تكون عليه زي مثلا البيسيبس الصدر مفروض عرض صدرك يكون الدقيه الوسط الهبس فاخد الرجل السمانة الرقبة هيتطلع لك كل الحاجات دي فطبعا هتكتب الاياسات المثالية ديت في ورقة عندك وبعد كده هتبتدي بقى ان انت تقيس الاياسات الحقيقية بتاعتك وتبتدي تكرم بين الاثنين هتقيس الرقبة بالمنظر دوت ان انت هتلف الميجرينج تيب حوالين رقابتك مفاش اي حوار هتقيس صدرك برضو بالمنظر دوت ان انت هتلف الشريط دوت حوالين الصدر من عند منطقة الحلمة بالمنظر دوت وهتشوف الكتر بتاعه هيكون الدقيه منطقة الوسط هتكون من عند السرة ويتأكد ان الحبل مش بيطلع اعلى او بينزل يعني يتأكد ان وراء زي قدام زي كل حاجة هي نفس الدايرة على نفس الخط في كل الاتجاهات في التلتمية وستين درجة هي نفس الاتجاه نفس الكلام هيبقى على الهيبس هيبقى من عند منطقة الجلوتس منطقة الرجل او الطاي هتبقى فاخد الرجل شوف ايه اكبر حتة في رجلك وقسها ايس الكتر بتاعها منطقة السمانة برضو هتكون نفس اكبر حتة في السمانة منطقة الدراع او البيسيبس هتكون كتر البيسيبس هتقيسه برضو هيكون قد ايه وبتدي اكتب الارقام ديت برضو جنب الارقام التانية المسالية وبتدي قارن بين الاتنين وهتبتدي ساعتها تعرف ايه المناطق اللي انت محتاج تشتغل عليها اكتر في مناطق عندك ممكن تكون مثالية في مناطق تانية ممكن تكون اكبر من اللازم الوسط مثلا بيكون اكبر من اللازم في مناطق تانية هتكون اصغر شوية فهتحتاج ان انت تشتغل عليها فهذا يعني بتكون حاجة حلوة بيكون هدف حلو ان انت تتحطه وبعد كده تقارن التطور بتاعك كل شوية وان انت برضو ترتب برنامج التمارين بتاعك بناء على كده يعني هتعمل مجموعات زيادة او تمارين زيادة على العضلات اللي هي عايزة منك شغلة اكتر بالنسبة للطريقة التانية وده طريقة تكون معادة شوية هتكون صعبة شوية وصعبة كمال ان انت توصل لها الطريقة ديت بناء على الراجل دوت اللي هو ستيف ريفز الراجل دوت كسب مصر امريكا سنة 1947 ومثل دور هيركريز في كذا فيلم قديم ومعايير بتاعته هتكون طبعا معايير حد عايز يخش مسابقة عايز يخش فيزيك عايز يعني ياخد الموضوع للنكست ليبل مش مش حد عادي فالمعايير ديت بتكون بالنسبة المقوية فديت لازم هتحتاج فيها الكالكوليتر ستيف قال لنا ان حجم الدرقة وحجم البيسيبس المفروض ان هو يكون 252% من حجم الفور ارم يعني هتقيس البيسيبس بتاعتك وهتقيس الفور ارم او منطقة الساعد وتبتدي تقسم الاتنين على بعض وتشوف ديت كم فيلمية من التانية يعني لو البيسيبس عندك مثلا انطلعت 40 سنتي والفور ارم طلع 17 سنتي زي عندي فدوت هيبقى كم فيلمية هيبقى 235 يعني حوالي 20% اقل او 18% اقل من اللي هو عايزه فمحتاج ان انا اشتغل على البيسيبس بتاعتي اكتر حجم السمانة برضو بالنسبة للمعايير بتاعته مفروض ان هو يكون 192% من حجم انكل الرجل فوق العظمة ديت على طول تبتدي تقيس الكتر بتاع رجلك قد ايه وتقارنه بالسمانة فعلشان السمانة بتاعتك تكون بينة بوضوح مفروض ان هي تكون 192% من الحجم ده فهتقارن الاتنين ببعض وتشوف انت محتاج توصل لقد ايه او محتاج ان انت تتكبرها قد ايه بالزبط بالنسبة لحجم الرقبة فمفروض ان هو بتقارن بحجم الراس فبتقيس الرقبة وبتقيس الراس ومفروض ان الرقبة بتكون 79% من حجم الراس فبتشوف ديت كم سنتي ودي كم سنتي نفس الحزبة اللي عمل لها في الاول بتقسمهم على بعض وتقارن وتشوف انت محتاج تزودها قد ايه تزود رقبتك طبعا دي يكين مش هتزود حجم راسك هتزود حجم رقبتك فهتمرن رقبة بتاعتك علشان يكون السيمتري بتاعها باين او التنسك بتاعها يكون باين او تكون برزة مع حجم الراس بالنسبة لحجم السطر فبنكرنه بحجم الحود بان عند العظمة بتاعت الحود بالمنظر دوت ومفروض ان هو يكون 148% من حجم الحود بالنسبة لحجم الوسط فالوسط طبعا كل ما كان اصغر كل ما كان احسن مفروض ان هو يكون 86% من حجم الحود وبالنسبة لمنطقة تفاخد الرجل او منطقة الطايف يعني المفروض ان هي تكون 175% من الكتر بتاع رقبة يعني يتلف المقاس ده وتشوف رجبتك حجمها قد ايه دي مش هتعرف تغيرها وبعد كده الحاجة بالان انت هتعرف تغيرها ده هي حجم رجلك هتشوف هو قد ايه المفروض ان هو يكون نفس النسبة المقوية ديت فتشوف هتشتغل عليها قد ديها لشان توصل للهدف بتاعك طبعا انا هسيب السكرينشوت ديت لو حد عايز ياخد الصورة ديت يعني ويكرنها علشان الموضوع يكون اسهله وبالنسبة للتاني القياس التاني اللي هو بتاع هتلاقوا الرابط بتاعه في الشرح ولو حد ما عندوش البتاع الخط اللي بيئيس بيه دوت هحط برضو الرابط بتاعه في الشرح لحد عايز يشتريه من امازون ونشوفكم في الفيديو اللي بعد